على عتبة كل سنة تتجدد معاناة الاهالي مع عودة التلاميذ الى المدارس الكتب الى الحقيبة التلاميذ الى الصفوف والاهل الى الدفع ولا احد ينصط الى احتجاجات المواطن الذي يسقن الشكوى ليعود ويردخ للامر الواقع الامين العام للمدارس الكاتوليكية في لبنان الاب بطرس عزار اشار الى انه من المفترض ان تنتهي المدارس من وضع الموازنات وذلك خلال شهري كانون الاول وكانون الثاني التي على اساسها يحدد ما اذا كانت هناك زيادة على الاقصاد ما فينا نعمل نحن هلأ نتكلم عن زيادات على القصة المدرسة تتنعمل الموازنة ولكن المدارس بدأ تستوفي تبدأ تستوفي القصة الاول الانون 515 واضح بها الخصوص هيدا بالماد دي خمسة منه بقول يستوفى القصة المدرسة على ثلاث لفعات على الاقل على الا يتجاوز القصة الاول يعني هلأ ثلاثين بالمئة من القصة السنوي للسنة الدراسية السابقة وكذلك كدفعة على الحساب كتاب المدرسة والمريول والنقل فرح التلاميذ بالاغراض الجديدة يقابله غضب الاهالي الذين يخصصون مبالغ كبيرة لمثل هذه الفترة من السنة فبالاضافة الى القرطصية والملابس يعمد الاهالي الى شراء مستلزمات اخرى هنا المكتبات مزدحمة بالطلاب وذويهم وحم الشراء تصيب الكماليات دون القرطصيات انه قالوا لنا ايه فيه غلاء بس لسه بعد مخبر ما قالوا لنا يعني اديه ما بعرف كل سنة بيقلولك انه ملح يزيده بس تفاجأ اول فوت المدارس يستغلل بيقلولك في زيادة مثلا 300-350 الف واذا ما زيدولك على القصة مثلا بيزيدولك على القستور صوتة المدارس كتير طلعت هالصنة يعني نحنا في شي 25% زيادة هالصنة مع كل عودة استحقاق دراسي جديد حملا زائدا يثقل كاهل الاهل ويرهقهم غيدا جبيلي تلفزيون مستقبل